النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون تستمر المنطقة بالتأثري بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل أجواء غائمة وغائمة جزئيا مع فرص أمطار متفرقة رعدية من وقت إلى آخر تأتي هذه الحالة بفعل كتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجوي العليا تدعم مخفضا جويا سطحيا حراريا مع ساعات نهار الجمعة يمتد نحو المنطقة مرتفعا جوي سطحي مدعوم علويا بكتلة هوائية دافئة ستساهم برفع درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى اعتبارا من نهار الجمعة بناء على هذا التحليل توزع ضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقص اليوم الخميس ربيعيا مائلا للبرودة غائما إلى غائم جزئيا هناك فرص لهطولات مطارية رعدية متفرقة وخالصة على المناطق الجنوبية تمتد لاحقا باتجاه المناطق الشمالية الغربية وذلك مع ساعات الظهيرة تسجل أجزاء واسعة من البادية وأجزاء من الجزيرة أيضا هطولات مطارية متفرقة من وقت إلى آخر تسجل درجات الحرارة خفاضة ملحوظة لتلامسها 17 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 8 درجات مئوية حركة الرياح تبقى غربية عند 30 كم في الساعة بالنسبة لطقس الجمعة كما ذكرنا تصبح البلاد تحت تأثير منظومة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجوي كافة ينتج عن هذه المنظومة بعد مشيات الله تعالى طقس مستقر ربيعي دافئ مشمس على فترات تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظة نهارا لتلامس 21 درجة مئوية لكنها تبقى منخفضة ليلا عندها 6 درجات مئوية حركة الرياح تهدأ قليلا تبقى غربية عند 20 كم في الساعة بالنسبة لطقس السبت تصبح تأثيرات المرتفع الجوي أعمق ويسيطر على المنطقة مع الكتلة الهوائية الدافئة بشكل واضح وصريح لتوالي درجات الحرارة الارتفاعا مسجلة 25 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 9 درجات مئوية تتحول حركة الرياح إلى شرقية عند 10 كم في الساعة من المتوقع يكون طقس السبت بصفة عامة مشمسا مع انتشار لبعض الصحاب العالية والرقيقة في التوقعات متوسطة وابعاية مدنة توقع بإذن الله تعالى تميل جوان الاستقرار وتميل درجات الحرارة الارتفاعا بشكل واضح وصريح خلال الساعات الأسبوع القادم لتبلغ الذروة مع 29 درجة مئوية أيام الاثنين والثلاثة ثم تعود وتنخفض مع أول أيام العيد هذا كان كل ما يتعلق طورات الحالة الجوية القادمة الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة